وإلى البرصة المصرية ومشاهدين التي أنهت عملت جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جمعي للمؤشرات ذلك للمرة الأولى بعد صعود دامست جلسات بضغوط من المبيعات الأجنبية خسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.17 مليار جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة بلغة فاصل ثلاثة في المئة ليغلق عند مستوى 11.790 نقاط كما تراجع أيضا مؤشر شركات صغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزام بنسبة بلغة فاصل ثمانية وثلاثين في المئة ليغلق عند مستوى 1995 نقطة فيما هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزام بنسبة بلغة فاصل ثلاثين في المئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ثنتين وعشرين نقطة ترجمة نانسي قنقر